مع انتهاء ايام التشريق في الثالث عشر من ذي الحجة وتوجه الحجاج المتأخرين لتأدية طواف الوداع والعودة الى بلادهم يبلغ اجمالية الحجاج الذين استضافتهم المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال عشرين عاما نحو واحد واربعين مليون حاج وحاجة شوق عارم وصبابة جارفة يعجز اللسان عن وصفها حين يحدو قاصدية البيت الحرام ويملأ الشوق قلوبهم ملبين مكبرين باحثين عن ما هو خير وابقى فقد حمل هذا الشوق ما يقارب واحدا واربعين مليون حاج استضافتهم المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال عقدين من الزمان عام الفين واثني عشر كان في طليعة الاعوام التي سبقته وتلته بين عامي الفين وثلاثة و الفين واثنين وعشرين حيث بلغ عدد الحجاج خلال هذا العام ما يقارب ثلاثة ملايين ومائة واثنين وستين الف حاج ليتبوأ عام الفين و احد عشر المركز الثاني في قائمة الاعوام الاكثر تسجيلا لعدد الحجاج خلال عشرين عاما بعدد يقارب مليونين وتسعمائة وثلاثين الف حاج تلاه عام الفين وعشر ثم عام الفين وتسعة عشر موسم حج العام الجاري شكل عودة الحج بصورة كاملة لكافة الدول حول العالم بعد القيود التي فرضتها جائحة كورونا بعدد حجاج بلغ ثمانمائة وتسعة وتسعين الفا وثلاثمائة وثلاثة وخمسين حاجا من كافة دول العالم وفق ما اعلنته مؤخرا هيئة الاحصاء السعودية ارقام صعبة تعمل من اجلها بلاد الحرمين الشريفين بكل ما اوتيت من قوة بمختلف اجهزتها لتحقيق التعاون والتكامل فيما بينها للحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن وتمكينهم من اداء مناسكهم بسهولة ويسر وتنفيذها بشكل تكاملي وباحترافية عالية وفق الية دقيقة ومحكمة لادارة رحلة الحجاج منذ وصولهم الى المملكة وخلال فترة اقامتهم بالمشاعر المقدسة واثناء تنقلاتهم وادائهم لمناسكهم بما تمتلكه من تقنيات حديثة ومتقدمة